السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بما ان شاء الله سوف نتشرف عليكم بصطيلة الججاج سوف نحتاج ججاجات مخصولين ومقطعين بصطيلة مقطعة طرفات صغار و بالنسبة للتوابل معلقة الملحة شوية البزار شوية الكوركوم كذلك مع قصغيرة من القرفة وسكنجبير وعندنا كذلك كأس دي الماء ونضع على بركة الله طريقة تحضير سوف ناخد طنجرة ونضع فيها توابل نضيف لها كاس دي الماء ونحركوا باليد ديالنا تيدوبوا لنا دوك التوابل ونساجموا مع بطياتهم بالطريقة بالطريقة والآن نضيفوا في الججاج وندخلوا للقامة بالطريقة من تاريخة بالطريقة وحتى توقف الماء تنكملو جميع القيطاع ديال تجارج ثم عنضفو الان البصلة ونغطيو عليها نخليوها تتقلة نبقوك نحركو الجاج مرة مرة اذا كما كتشوفو هوا بذكي يطيب لنا الجاج وندزو المقادر الاخرى نحتاج عشرة ديال البيضات القليل من الربيع وربع كعس من مزهر كذلك ورقة ديال بصطيلام واختياري كيبقى اللي بغتون مشماش في القطة نعسلوه عندنا 100 قرام زبدة 100 قرام ديال السكر كيلو ديال اللوز اللي سلقتو حيت ليه القشرة وغادي ننقله ان شاء الله بعدنا البصلة والطعام لحسب عدد الافراد وكذلك الجاجة أعفوان جوج الجاجات اللي طيبنا هم ما غنفرتوهو من بعد اذا اللقامة او البلو اللي طيبنا فيه غادي نضيفو اللي البصلة بعد محي نجاج البصلة وكذلك الربيع ونخلطوهم ثم نضيفو ملعقة كبيرة من زبدة ونضيفو ملعقة كبيرة ونغطوها نخليوها كالطيب والان غادي نضيفو شوية تيال السكر كلاسين ونخلطو ملعقة كبيرة لابا غادي نصوتو والمشماش نضيفو في كسر هنا الزبدة ونضيفو لها المشماش ثم غنضيرو سكر بلاسي او ثاني اللي عندكم مع القرفة ونخليو هتا كي يتعسل اذا بعد مما طبط لنا ديك البصلة غنضيفو لها عشان ديال البيضات ودائما مع التحرك دائما خسنا نحركو نضيفو البيض شوية بشوية ما نضيفو مش تقاو حدا نخسرو ري شوية بشوية ونبقو كنحركو حتى كنطيبو ذاك البيض تاكي نشف ما كيبقاش هكاك المية اذا كما كتشوفو ها هو المشماش تعسل وكذلك جاج فرستناه حايدنا منو العطومة وها هو البصلة او البيض اللي قلينا عفوان اللي يدرنا كبيرة اما بنسبة اللوز بعد ما قليتو اه تحنتو مع شوية ديال السكر غلاسي تبقى السكر غلاسي على حسب الضوق ديالكم واشكا تبغيو بسطيلة حلوة او قليلة من الحلاوة وها هي ورقة البستيلة او فرستة وحدة بوحدة وضفت لها شوية ديال السيت ومن بعد ضفت شوية ديال مزهر مع السكر غلاسي والقرفة لهذا كاللوز نبدو ان شاء الله كنجمعو فرقة البستيلة عفوان في البستيلة غادي نخذو الورقة اللولة ونضيفو لها السبدة مدوبة ثم الوقت التانية دائما كنخليو النص ديال الورقة باش نجمعوها نخليو فق الكروندو تخبر بحادة الطريقة كما كتشوفو بحادة الطريقة كما كتشوفو وغا نضيفو الاخرى اذا على حساب البستيلة وش بغيتها تكون كبيرة او صغيرة بالنسبة لهذا البستيلة عندي انا لاتة غير صغيرة بقدرت تغيرت لا تدير ورقة البستيلة اذا كانت لاتة كبيرة غادي تضيفو الورقة البستيلة على حساب حجم ديال وبستيلة ديالكم ثم غا نضيفو الزبدة وغا نضيفو ورقة اخرى في الواسط بهذه الطريقة دائما نسبتها مدوبة مدهنوا بها اول حاجة اللي غا نضيف بها هي دجاج اه عفوا البيض البيض والبصلة اولا نضيفو البيض والبصلة اولا نضيفو اذا كما تشوفوا بهات الطريقة والان غنطي فجاج اذا كما تشوفوا بهات الطريقة والان غنطي فجاج كما تجد لكم مشماش مع السل كيفقى اختياري الى كان عندكم موجود كي يضطي واحد ما تقرأ ايه هات مشماش مع السل كينا بسطلة بريستيج كيدروا فيها الكيوي مع السل وش حلم حاجة بشتطي مطاقة حلو بساف ولكن تكون حلوة بساف والان غنضيفو اللوز كطبقة اخيرة كما تشوفوا بهات الطريقة ثم غنطي نطوي غنناخد اول ورقة اللي درس في الول هي اللي غنطي نطوي بها هذه الطريقة وندهن بالسبدة نطاقة نجمعها في الورقة حسنا كما نديرو ورقة اخرى في الاعلى اللي غنصدو بها الورقة عفوا اللي غنصدو بها البسطيلة كي يكتر ورقة البسطيلة ولكن ما تجيش زوينة من الاحسن نديرو فقط هاد الاوراق ما كتروش من ورقة البسطيلة ثم عند هن بالبيض من فوق اللي تربطو صفر ديال البيض صراحة ان كتجي رائعة والديدة غتفرج بكم اكيد وها هي اعزائي المشاهدين بعد ما اضطبط البسطيلة ديال المبتدئات رائعة والديدة وكنتمنتنا الاعجابكم ما تنساوش تديرو لايك ابوناو في القناة مع تفعيل الجرس باش يوصلكم جديد ان شاء الله